في هذه الفقرة معانا فنانة تشكيلية قدرت انها تترك بصمة جدا جميلة في عالم اللوحات وقدرت تشارك على مستوى الدولة وايضا على مستوى العالم بشكل لوحاتها اللي هي قدرت تتميز فيها معانا فنانة تشكيلية نورة عبدالهادي حياة شاء الله أهلا وسهلا من وراتنا شكرا طبعا لوحات جميلة في الستيديو وكانت المعرض الأخير اسمها عودن على بد سبب اختيارك لهذا الاسم طبعا مثل ما انت شايف في الكاتالوج يمكن شفتها وهو أبيض وأسود أبستراكت تعمت لاني أبيوصل قضية احنا محتاجينها في هذا الزمن يعني اللي هو الانسان لازم يفلتر نفسه من كل الشوائب الموجودة والقضايا اللي موجودة في المجتمع على الصعيد الشخصي أو العالمي فالانسان لازم يرجع حق طبيعتها الاصلية اللي انفطر عليها ممتاز نزين شاركتي في معرض في الاحساء ورسمتي لوحة اسمها الخوس سبب اختيارك لكلمة الخوس وشلون كانت المشاركة في هذا المعرض طبعا يعني ترشيح وشاركت في مهرجان عبير الاحساء وهو تحت رعاية الأميرة عبير وسميتها الخوس لأنه هو مثل ما انت شايف بيئتنا تتمثل اكثر شي عندنا النخل والاحساء فيه النخل صحيح وفيه التمور حبيت اني اساوي ابستركت مثل ما ان اساوي بس من مضمون البيئة مثل ما انت شايف في اللوحات الموجودة الحين اللي انا يبتها فيها خوس وفيها سدو وفيهتي دخلت الابستركت في البيئة حلو خلنتكلم عن هذه اللوحة شرحي لنا شنو الفكرة منها مثل ما انت شايفها يعني اللوحة ما تنحد في يعني اسم معين لان انت حسب ما انت شوفها يعني الفنان دائما يتأثر في القضايا الموجودة حواليه فأكيد يعني لازم يوصل الرسالة هل هذا يتمثل قضية معينة؟ على الصعيد الشخصي او العالمي او يعني مثل ما احنا نشوف الاحداث اللي الحين عندنا فكل واحد يشوفها على حسب ما هو ناس يعني هكذا معنا ايه كذا معنا انا من ناحيتي في انتظار القيث ناس تقول مدينة غرقانة ناس تشوفها شي ثاني يعني في امل ان شاء الله الامور راح تتعدل ان شاء الله هذه من ناحيتي ممكن انت شوفها مموظفة انا قاعدة شوفها انه مثل مكان مظلم ويمكن يعني راح يشوف النور خلال قريب يعني موجود النور دار ما دارها ماردة تفسيري صح ولا لا ولكن يعني انا هذا اللي شفت من اللوحة لان انا احب تلي التجريد لانه هو يعطيك اكثر من معنى دايما حتى لما اروح ساعات معارض لوحات فنية ونشوف فنانين خاصة في الفترة الاخيرة صار في كذا معارض للوحات فنانين عندنا بالكويت سواء بالكويت او من الخليج مشاركين دايما لما اروح اشرح للوحة لما اشوفها من منظوري تطلع غير التعريف اللي هو حاطة او راسمها فحلو هذا الاختلاف من كذا وجهة نظر بالضبط هو المتلقي على حسب حالته او حسب الاحساس الداخلي او اللي يشوفها فيه ممتاز وين المرأة في لوحاتك شلون تحبين تبرزينها طبعا المرأة لها دور كبير في لوحاتي وهي الشموخ والرجل رجل اهم يعني على حسب حالته على حسب تطالحة وين المرأة عندي حلو نبي انت تكلم حين عن اكثر الامور اللي تلهمتش فيه رسوماتك فيه الشرق بشكل عام شو اللي تحبين تبرزينها فيه يعني شلون تقصد في الشرق يعني يعني في الشرق حاول دايما فيه بصمة عندنا احنا كدولة بالكويت فيه شرق فيه الغرب دايما مثلا بالغرب لهم فنهم الخاص فيهم ولكن احنا كدولة بالكويت شو اللي تحبين تبرزينها غير الخوص من شوي اللي تكلمت عنه في مشاركتش في معرض عبير لحسة شو اللي دائما تحبين تبرزينها بالكويت وصلينها للفنانين العالميين طبعا عندنا عدد كبير من الفنانين التشكيليين في الكويت حال مستوى عالمي طبعا المرسم الحرق هو نواة الفن التشكيلي اللي طلع منها الفنانين الرواد مثل سامي محمد عندنا علي نعمان عندنا كثير من الفنانين يعني امكن حين ما قدروا اقول الا حلقة كاملة عن اساميهم يعني طبعا وهما نواة الفن في الكويت ومن بعدها صار طلع على الخليج العربي وطبعا عندنا فنانين عالميين انت شفت المنحوتات بلوتهم وشفت اعمالهم عالمية يعني وطبعا ان شاء الله احنا نسير على مسيرتهم ان شاء الله طبعا احنا جدنا فخورين عندنا بنات كوتيات وصلوا للعالمية في اكثر من مجال خاصة في مجال الرسم لان الرسم يعني اتوقع مجال جدا كبير وحلو ولا يعني خيال وشي جميل واحد يستمتعوها قاعد يشوف اللوحات خاصة اللي يحب وعنده رغبة في هذا المجال صالون الخريف اللي شاركت فيه في باريس كلمينو عن هذا المعرض صالون الخريف طبعا انا شاركت فيه باريس العام بعد سنتين يا شاركت فيه ايه العام حست على جائزة برج ايبل يعني هذا شرح في لي اني فنانة كوتية اخذ هذه الجائزة ومن هذه الجائزة فيها مطلق ثاني لان اللي فوز راح يصير لمعرض اعتقد فيه ايطاليا فان شاء الله هذه السنة وطبعا هذا يشرفني طبعا ان امثل بلدي وقلت لي عن صالون الخريف طبعا انا سعيدة في هذه المشاركة لان هذه المشاركة المكان نفسه شارك فيه كبار الفنانين ما شاء الله يعني بيكاسو رينوار كلهم يعني صالون الخريف بنفس المكان اللي ما غيره ان ارضت لوحاتي يعني بنفس الحائط شو نشعر وردونتي لوحاتي موجودة هناك اوه شي ما ينوصف يعني صراحة يعني نفس المكان انت عرضت فيه عرفت اشلون فهذا الشي حلو وشنو موضوع جائزة برج ايفل برج ايفل احنا كنا مجمع الفنانين وصارت وفيه كان مشاركة في هذه المصابقة ترشيح للجائزة فانا نفست فيها ويا واحد مغربي ان شاء الله خذتين مركز الاول او اثناني لا ما في مراكز انكم تأهلتو فستو فيهم الحمد لله الحمد لله على هذا الانجاز الحلو يعني فعلا اردوا اقولها في كل الحلقات يعني فخورين فخورين وايد بطاقات شبابية سواء شاب ولا بنات اللي بانجازات اللي يحققونها فعلا نبي شنو وصل لهم الصورة ان احنا فعلا عندنا فن عربي جميل والله عندنا فن عربي جميل واصيل بالضبط يعني مو بس انه يعني جميل لا هدف ولا معنى ولا ناس متذوقين فهذا بعد يعني ان الفنان هو دورة يسحى بس الحالة هم ما يقدر يحقق شيء صحيح لازم فيه رعات يعني فيه رعات يعني يكونون وراهم دائما يتبنوهم لان فيه قتل كان عندنا نخبة نخبة سواء من نحاتين من التشكيليين من الخزافين يعني دور الدولة الحين تحتضنهم مثلا توفر لهم امور بسيطة يعني مثلا تفرق يعني مثلا اذا واحد عنده الحين مثلا دعوة في امريكا هذا يوصل العالمية صح طبعا المفروض من الدولة انه تعطي تفرق او السعدة فيه اخذ هذه الاجازة يعني صدمة اذا ما عطوا مثلا دوامة وتفهموا انه هو فنان ممكن يواجههم مشكلة ليطار يطلع من دوامة عشان يروح يشارك في جائزة عالمية وبعدين هذا قاعد يمثل بلدك يعني احنا قاعدين نشوف برا انه سهلون لهم كل السبل عارفه شلون احنا محتاجين هذا الشي خلاص يعني او انه مثلا الفنانين تشكيليين لهم مثلا مثل بطاقة يدخلون فيها المعارض هذي نقصتنا نتمنى هذه الرسالة توصل ان شاء الله هذي نقصتنا وبعدين يعني على المؤسسات الموجودة في الدولة ما نشوف منها دعم يعني بالنهاية يا رايج طبعا اكيد اكيد لا لا لان تجربة احنا حاولنا اكثر من مرة فيعني للاسف احنا قاعدين نشوف بالفترة الأخيرة في دعم من كثير مؤسسات الحكومية والخاصة لبعض المشاريع ولكن نتمنى ان يكون هذا الدعم على مستوى الكويت كلها وانه يدعمون جميع كافات المجالات اللي احنا قاعدين نشوفها اللي ناس قاعدين توصل سواء على المجال الرياضي او الاعلامي او على مجال الرسم والفن التشكيلي خاصة فى الفن التشكيلي يعني انا احس انه مهضوم حقه من الفنون الأخرى الفنون الأخرى المفروض يعني يهتمون في اكثر على رجل انه ما في دعم على كلامك الا انت وقاعدين توصون في شغلكم وقاعدين ترسمون وقاعدين ترسمون وقاعدين 유튜�هات عاملية لا نحنا ننبي دعم الدعم المعنوي يعني ما نبي دعم مادي كثر ما نبي دعم معنوي يعني يتم دعوة تبت شارك فيها يسهلو لك على الأقل مهمة رسمية أو تفرق فني ما في وخاصة لازم تفهمون نفسية الفنان نفسية الفنان إذا هذه الأمور تحبطها ما يقدر ينتج صحيح وإحنا محتاجين فنانينا كلهم شماحد رسالة في ختام هذا اللقاء مع نفسية صينها للفنانين اللي قاشركون سواء على مستوى الكويت أو على مستوى الخليجة أو الوطن العربي بشكل عام وأيضا لعندهم هذه الثقافة وحابين نرسم وندشون المجال طبعا في عندنا ورش تقام في المرسم الحر طبعا إحنا نقدر نقول هذا صف ثاني يطلعون فنانين تشكيليين صحيح مثل ما قلت لك الدعم مهم طبعا المجلس الوطني ما يقصر معنا وتوى الآن سوينا نحت سمبوديا من نحت عالمي بالخشب وشقالين فيه طبعا روعة يعني يابوا فنانين عالميين وانحتوا جدام الناس وما زالوا مستمرين والحين الفنانين الكوتيين الصف الثاني هم اللي الآن قاعد يشتغلون فيه وهذا طبعا أشكر المجلس الوطني على رعايتهم لهذا السمبوديوم وإن شاء الله نطمح للأكثر إن شاء الله بدنا الله الله يوفقك الفنان التشكيلية نورة عبدالهادي على وجودك معانا ووفقك في مجالك في الفن التشكيلي يا رب والله يعطيكم العافية فنانينا في جميع المجالات ونشهر كل شخص قاعد يدعمكم في هذا المجال طبعا مكملين باجي فقراتنا والتوب فايف بعد الفاصل